تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي نطالع منها اكتشاف آثار فرعونية في السعودية أعلن في السعودية عن اكتشاف نادر وغير متوقع لآثار فرعونية في الجزيرة العربية تعود للقرن الثاني عشر قبل الميلاد تقول الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذا الاكتشاف يمثل في ظهور أول نقش هيروغليفي في الجزيرة العربية على صخرة ثابتة بالقرب من وحة تيماء يحمل توقيعا ملكيا للملك رامسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية إلى صحيفة الرياضة السعودية مشاهدين التي اخترنا منها لكم زوجة ترفع قضية خلع بسبب ثمنة زوجها أقدمت زوجة مصرية على رفع دعوة خلع ضد زوجها بسبب زيادة الوزن ورفضه التام للخضوع لأي برنامج إنقاص وزن فضلا عن اهتمامه الزائد بالطعام ولم يعد يهتم بعمله وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها عندما تقدم إليها منذ ثلاث سنوات كان شخصا أنيقا ولكن سرعان ما تغير إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين والتي جاء فيها الصين ستبدأ بزراعة البطاطا على سطح القمر العام المقبل يعتزم رواد فضاء صينيون تجربة زراعة البطاطا على سطح القمر خلال رحلة مركبة الفضاء الصينية شينك فور المقرر لها الهبوط في الجانب الخلفي من القمر العام المقبل وفي حال نجاح المشروع من المتوقع استخدامه مستقبلا في المستعمرات البشرية المخطة تأسيسها في كوكب المريخ صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم عيد ميلاد مذهل لقطة أقامت أسرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية حفل عيد ميلاد مذهل لقطة بعد أن أتمت الخمسة عشر عاما من عمرها فقد رأت الأسرة أنه لا بد من إقامة حفل تكريم للقطة لونة في أمريكا اللاتينية عند بلوغ الفتاة سن الخمسة عشرة سنة وترتدي خلاله زي الملكة وبالرغم من أن المنظمة الدولية لرعاية القطة تعد أن سنة الخمسة عشر للقطة هو سنة الشيخوخة إلى أن أفراد الأسرة أكدوا أنهم سيستعدون من الآن للاحتفال بعيد ميلاد لونة المقبل ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية ودجاج حبش بحجم الكنجر كشف علماء إحاثة من نوع غير معروف حتى الآن من دجاج الحبش الكبير بحجم حيوانات الكنجر يعيش في السابق فيما بات اليوم يعرف باستراليا وقد سمح تحليل العظم والمتحجرات المتأتية من عدة مواقع في البلاد بتحديد خمسة أنواع إضافية من الطيور اندثرت كلها وفق الباحثين الأستراليين